طيب أنا ادعي الدعوة أن بعض الناس يعامل عقيدة كأنها ليست مادة نجاح ورسوب ما دليلي على هذه الدعوة؟ ثم في السياق نفسه يتحدث عن خطورة النظر في كتب الاعتقاد إذا قيل لماذا كل هذه ممارسات؟ يقال لك والله أن تبالغ في شيء غيرك بل العجيب أن هذه الكلامك فين بغير يكون بعضهم يتحدث كلامية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حين كنا في المدرسة كان عندنا مواد هي مواد نجاح ورسوب ماذا في اللغة العربية، التربية الإسلامية، اللغة الإنجليسية، العلوم التي صارت لاحقا كيميا وفيسيا وأحياء هي هذا مواد نجاح ورسوب وهناك مواد مساندة هذا المواد وإن كانت يعني يوضع تقييمها في الشهادة إلا أنها ليست مواد نجاح ورسوب ولا تعد في المجموع عند المقارنة بين الطلاب كان عندنا ثلاث مواد اللي هي مادة الرسم والموسيقى وبعدين بعض المدارات حذفتها وضعت مكانها مادة التجويد والتربية البدنية تربية البدنية اللي كان يسميها العرب فهذه المواد مساندة كانت وهذه المواد ما كان يهتم لها الناس لأنها ليست مواد نجاح ورسوب وهكذا من الناس شعر أو لم يشعر من يعامل البحث العقدي كأنه ليس مادة نجاح ورسوب في بعض الأحيان حتى نكون دقيقين من الناس من يعاملها في معظم الأحيان ومنهم من يعاملها في بعض الأحيان وقبل أن أتكلم على هذا الموضوع سأجفع توهم مشهورة حين أتحدث عن البحث العقدي بالمعنى الذي يسميه الناس النظري أو الموجود بالنصوص معنى الإيمان بالغيب يعني مسائل الأسماء والصفات والإيمان والقدر المسائل الغيبية المسائل التي حصل فيها نقاش كثير بين الفرق المتسبة للإسلام التي حصل فيها نقاش كبير بين أهل الحديث وأهل الكلام حين نتحدث عن هذه المسائل ونوي ونعلي من شأنها فهذا لا يعني أنه لا توجد مسائل عقيدة غيرها ولكن لما كانت المسائل الأخرى تأخذ حقها فإننا لسنا بحاجة إلى التنويه فنحن الآن إذا قلنا العقيدة فنحن نتحدث عن ذلك البحث المستهون في نفوس كثيرين مباحث الأسماء والصفات والإيمان والقدر وللبيان أيضا مقدمة أخرى ابن تيمية منبه على أن مسائل العقيدة لا تكون مسائل عقيدة إلا إذا كانت أدلتها واضحة يعني أن مسائل العقيدة السلف حددوا أنها مسائل عقيدة لوضوحها في الأدلة لا لأنها مسائل غيبية أو عملية لهذا متون العقيدة القديمة نجد فيها مسائل غيبية ونجد فيها مسائل عملية مثل حديث عن الموقف من الولاة الحديث عن مسع الخفين أحيانا حتى الحديث مثلا عن الصحابة الكرام والموقف منهم وهذا فيه مدخل غيبي لكنه موقف من أشخاص وأيضا ابن تيمية منبه تنبيها آخر في شرح الأصوهانية أن المسألة كلما كان الناس أحوج إليها كلما كانت أوضح في الوحي نستفيد من هذين النقلين أن مسائل العقيدة هي المسائل أكثر مسائل يحتاجها الناس لأنها لأنها دلته كثيرة وأظهر مسائل فهذا معناه أنها هي المسائل الأنفع للناس وهذا يدل علي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل أي والعمل خير قال إيمانهم بالله طيب أنا ادعي الدعوة أن بعض الناس يعامل العقيدة كأنها ليست مادة نجاح ورسوب ما دليلي على هذه الدعوة سأعطيك مجموعة من الأدلة على أن مئة الناس من يعامل العقيدة بالاعتبار الذي تحدثنا عنه أنها ليست مادة رسوب لا يمكن أن يأتي إنسان ويقول لا وقت اليوم للفق مذهبي أو مفق دليل لا يمكن صعب جدا لا يمكن أن يأتي إنسان ويقول لا وقت اليوم لعلوم اللغة لا وقت اليوم لشرح المعلقات مثلا أو شرح حماسة بتمام لا تقال لا وقت اليوم لكتب الأدب هذا صعب لا تقال لا وقت اليوم لدراسة أصول الفق صعبة لا وقت اليوم لدراسة الحديث وتصحبها تضيع صعبة لكن سهل جدا أن يقال لا وقت اليوم للعقيدة لا وقت اليوم للخلافيات العقدية بين الفرق من تسوي الأمة مع أن هذه الخلافيات العقدية الأطراف المختلفة موجودة حاضر حية والأدلة التي حسمت الخلاف على الأقل يعني من خلال عقيدتنا لا زالت حاضرة موجودة والشبهات موجودة وزادت ومنها منتقر والنهي عن الضلالات العقدية من عموم النهي عن المنكر الذي جعل أساسا في التمكين الذين انمكنناه في الأرض أقام الصلاة وآت الزكاة ومر معروفناه عن المنكر الأمر الذي يلي لا يمكن أن يأتيك إنسان ويقول لك ادرس الفقه بعيدا عن كتب الفقهاء انظر في الكتاب والسنة مباشرة ترى هذه الدعوة لا يعرف أحد أن يصرح بها هكذا حتى من لا يرى المذهبية يقول لك انظر في شروح العلماء انظر في كذا لكن لا تقلد أما بهذه الصراحة يقول لك أترك هذه دعوة إن قال بها فقد قال بها شردمتهم قليلون حتى الظاهرية يهتمون بالنظر في كلام بن حزم على سبيل المثال في كلام الشوكاني في كلام الصنعاني لكن يأتيك إنسان ويقول لك في العقيدة لا تفهم العقيدة من خلال كتب العقيدة افهمها من خلال كتاب والسنة انظر دائما مادة العقيدة هذه دائما دون الأمور الأخرى دائما توضع في مقامات دنيا أيضا مبارك الله فيك العقيدة مبنية على الجماعات يعني أنت مثلا حين تنظر في عقيدة الراثية في عقيدة البخاري في عقيدة حرب تجد في المقدمة يذكر لك أن هذه هي عقيدة من أدركهم من الشيوخ من أدركهم من أهل العلم في عقيدة الراثيين العبارة المهيبة لهذا ما أدركنا عليه أهل العلم في المدينة والشام والحجاس والكوفة والباصرة وكذا يعدون أكثر من أم شخص يذكرون لك عقيدتهم البخاري يقول كتبت عن أكثر من أم نفس كلهم يقولوا إيما قول وعمل يفيد وينقص هذه إجماعات متحققة في متون العقيدة تجد الأمر إما يكون مبنيا على إجماع أو يكون مبنيا على دليل قوي جدا أذاحة الخلاف الشاذ في خلاف لا خلاف شاذ هذا الخلاف تمت إذاحته تمام؟ هذه الإجماعات في زماننا هذه الإجماعات لا تعامل البتة معاملة إجماعات ادعاها بعض الناس على تلقي كتب فلان بالقبول وكتب فلان بالقبول وأن فلانا إمام وأنه فلانا كيت وأنه فلانا كيت إجماعات في الأذن المتأخرة التي المتأخرون أنفسهم متنازعون هل فيها مجتهد مطلق أو ليس فيها مجتهد مطلق هل الإجماع فيها ينضبط أو الإجماع فيها لا ينضبط وبعضهم ربما يعني بالإجماع إجماع المشايخ اللي عاشوا آخر ثلاثين سنة أو آخر أربعين عاما أو أكثر أو أقل فأيهما أقوى على التحقيق الإجماع مثلا على علو اللاعز وجل على خلقه أم الإجماع المزعوم على تلقي كتب فلان بالقبول أو علام بالقبول ينبغي أن يكون الإجماع المبني على أدلة من القرآن والسنة وكلام كثير للسلف ينبغي أن يكون هذا الإجماع أقوى أليس كذلك؟ لكن التعاطي الذي نراه يدول على خلافي هذا فإن العبارات الغليظة والشديدة التي تستخدم مع مخالف الإجماع المزعوم الثاني أقوى بكثير مما يستخدم مع مخالف الإجماع الأول بل ليس إجماعا واحدا بل عدة إجماعات كما نبهنا أن الفرق الكلامية أصلا فرق التسعة بخالفتها للسنة وكثير منهم تلطخ بالتصوف البدعي وبقبوليات وبأمور عظيمة جدا بعضهم حتى تورط بالطعن في أحاديث في الصح مسلم وغيرها ما سوى بخلال الطعن والكلام فيها ومع كل هذا الأمر إذا تعلق بشخص معظم هو أشد منه إذا تعلق بالاعتقاد الذي نقلت اتفاقات السلف عليه اليوم تجد كثيرا من الناس إذا سمع شخصا يقول أنا أتبع الدليل ولا أتبع العلماء يذخر منه ويضحك ويقول له وهل العلماء يتكلمون بلا دليل لكن إذا أتيته بمجموعة من أحكام الأئمة الغليظة مثل التكفير بمجموعة من الطوائف الضالة في أمر الاعتقاد يقول لك نحن لا نتبع العلماء نحن نتبع كتاب والسنة وكأن العلماء من قلة ورائهم خاضوا في هذه المباحثة العظيمة بلا أدلة من كتاب والسنة وضل للناس من أدلة كون المسألة لم تعد مادة النجاح ورسوب أنه لو جاء إنسان ونفر من كتب العقيدة صراحة صراحة فإن هذا الإنسان يعامل بتهذيب وبملمس اللطيف هذا أرد عليه وإن جاء إنسان ودع إلى بعض مضامين هذه الكتب العقدية التي الدعي عليها إجماع فإن هذا الإنسان الثاني يعامل بخشونة فضية فهذا على ماذا يدل إذا كان الإنسان مثلا جاهلا بالتفسير أو جاهلا بالحديث أو جاهلا بالأصول أو جاهلا بالنحوي أو جاهلا بأي باب من أبواب العلم الحلال والحرام ثم نراه متقنا في أبواب أخرى من أبواب العلم ولكنه تكلم في تلك الأبواب بجهل حتى أنكر عليه المختصون وخرق إجماعاته هل يجوز أن يقال عن هذا الإنسان لا يجوز أن ينتقص لا يمكن أن يقال هذا أنه لا يجوز أن ينتقص لكننا نحن رأينا أن بعض الناس حين تحدث عن مجموعة من مخالفي العقائدين قال لا يجوز تكفيره ولا تبديعه ولا انتقاصه فحتى الانتقاص أسقطه وحتى أمر التبديع مع أنه العقيدة هذا الأساس فيها الأساس فيها أن هناك فرق مختلفة وأن هناك فرق الأهل السنة وهناك فرق أخرى بدعية وهناك فرق مكفرة بل العجيب أن هذه الكلمة تطلق في المخالف العقائدي الذي اتسعت مخالفتهم فإن المخالفين العقديين على صنفين صنف خالف في باب من أبواب الاعتقاد باب واحد مثل مرجع خالف في باب الإيمان الخوارج خالف في باب الإيمان وفي باب الصحابة الشيعة المفضلة خالفوا في باب الصحابة المفضلة يعني الذين لا يسبون الصحابة وأنهم يفضلون عالياً على بكر وعمر طيب القدرية واضح من اسمهم أنهم خالفوا في باب القدر ومثلهم الجبرية كذلك النواصب خالفوا في باب الصحابة هناك طوائف خالفت في أبواب كثيرة هذه الطوائف طوائف الكلامية مثل أشاعر ومعتسرة فهؤلاء الخلاف عندهم يمتد تجدهم في باب الأسماء والصفات مخالفين تجدهم في باب القدر مخالفين تجدهم في باب الإيمان مخالفين تجدهم في باب مصدر التلقي مخالفين في زماننا من المخالف الذي هو مثال ومعيار للتسامح معه ولا ينتقص حتى تجد المخالف الكلامي المخالف الكلامي يعني الذي اتسعت مخالفته هذا أمر غريب علما أن السلف ما قال مثل هذه الكلمة في أقوام آخرين مخالفتهم ضاقت أصلا تجد إنسان يتحدث عن حاكمية الله تبارك وتعالى وعن أهمية موضوع الحاكمية ويستغرب يعني كيف نحن لا نفهم العلاقة بين باب الأسماء والصفات والحاكمية وفي الواقع أن نفهم علاقة الأسماء والصفات بجميع أبواب الدين ولكن الذي لا يفهم علاقة باب الحاكمية باب الأسماء والصفات الإنسان الذي يأتي إلى طائفة يقدمون العقل على النقل والنقل ما هو سوى حاكمية الله سوى جل إلى أقوام يأتون إلى ظواهر النصف التي يجب على كل مسلم من يؤمن بها ويقولون لا يحل لمسلم فهم قولنا أن يعتقدها إلى طائفة قالوا أن ظواهر النصوص ظنيه مطلقا والعقل هو اليقيني إلى طائفة قالوا وكل نص أوهم التشبيه فأولها أفوض ورم تنسيها كل كل تفيد العموم يعني مهما كان هذا النص متواترا مهما كان هذا النص توارض ظواهر النصوص عليه أوهم التشبيه التشبيه وفقا لأي مفهوم وفقا للمفهوم اليوناني فلا ترى أن عند هؤلاء خللا في حاكمية الله ألسى وجل ألا ترى أن عقائدهم الفاسدة في الإيمان والقدر والصفات ستؤثر سلبا على رؤيتهم لباب الحاكمية وهذا حتى مشاهد تطبيقيا ولكن نريد أن نجمعهم هم ومن اعتقدوا عقائدهم الصحيحة تحت ستار واحد تحت باب واحد لينصروا إسلاما عاما في أذاننا فنحن نلاحظ من الحراف في باب الحاكمية عنده أناس معينين ولا نشاهده عنده أناس في الأبواب العقدية مع أنهم يصرحون بتعامل منحرف مع النصوص التي هي موضوع حاكمية الله أسوجا هذا مثال آخر على عدم اعتبار العقيدة مادة رسوب مثال آخر على اعتبار أمر العقيدة أمرا محايدا أو كما أعبر ليسه مادة رسوب في تقييم الشخصيات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الخوارج وذما طريقتهم ذكر عنهم عملا صالحا كثيرا قال تحقيرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم فذكر أعمالا صالحة ثم ذكر بدعتهم وضلالتهم ومروقهم من الإسلام أيضا عبدالله بن عمر لما ناقش حرافا عقديا موجودا عند مجموعة من القدرية تهددهم وتواعدهم ووعظهم وقال لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره فعلم أن البدعة تنقص من مقام الإنسان ومن قدره ومن ثوابه إنقاصا عظيما إذا كانت بدعة عقدية خصوصا إذا كانت مكفرة طبيعة الحال فهذا ما قاله عبدالله بن عمر ركعن عبدالله بن عباس رضي الله عنه ورحمه أنه سئل عن رجل كثير الذنوب كثير حسنات وعن رجل آخر قليل الذنوب قليل حسنات فقال لا أعدل بالسلامة شيئا ويقول البربهاري في هذا المعنى ليس العلم بكثرة الكتب وكثرة الرواية وإنما العلم بالإصابة إصابة السنة والوارد عن فضيل بن عياض ليبلوكم أن يكون أحسن عملا قال أخلصه وأصوه أخلصه وأصوه ولهذا ورد عبدالله بن مسعود أنه قال اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة لكن تجد أن بعض الناس إذا تحدث عن شخصية علمية فإن موضوع العقيدة يعتبر عنده أمرا محايدا في تقييم هذه الشخصية فلو وجد عنده مثلا نقصا في علم الحديث مثل أنه يولد حديثة مكذوبة ويولد أخبارا باطلة أو ضعفا في الفقه كان يكون متفلتا كان يكون يخالف أحيانا بعض الإجماعات أو غير ذلك أو وجد عنده مثلا ضعفا في العربية فإنه من الممكن أن يتحدث عنه بانتقاص أو شيء من الحط أما موضوع العقيدة فلا يكون كذلك أيضا من مظاهر اعتبار العقيدة مادة ثانوية أو ليست مادة رسوب أن بعض أهل العلم اعترضوا على تأميم بعض الشخصيات العلمية المشهورة مثل ابن قدامة قال يا جماعة الخير لا نقول لنا عنه إمام لماذا؟ قال الاعتبار أن هؤلاء أصلا متمذهبون ليسوا مؤامة المذهب الإمامة أصلا تطلق للإمام الأصلي إمام المذهب فاعترض عليها باعتبار المذهبي وباعتبار النظري من مطمع الإمام الموفق أبو المخمد وقوله الإمام الموفق هذا من باب التساهل بعض الشيء لأن الموفق ليس كالإمام أحمد أو الشافعي أو أبي حنيفة أو مالك لكنه إمام مقيم يعني له من ينصر أقواله ويأخذ بها فيكون إماما بهذا الاعتبار أما الإمامة التي يكفي الإمام أحمد بن حنبل وما أشبهه فإنه لم يصل إلى هذه الدرجة وقد كثر الوقت الأخير إطلاق الإمام عند الناس نعم إمام 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 حتى أنه من أدنى أهل العلم يسمونه إمام وهذا أمر لو كان لا يتعدى اللفظ لكان هين لكنه يتعدى إلى المعنى لأنني إذا رأيت هذا يوسف الإمام تكون أقواله عندي قدوة تكون أقواله قدوة مع أنه لا يستحر هذا الاعتبار هذا النقد صار معتبرا عنده كثيرين لكن لو جاء إنسان واعترض على إطلاق الإمامة على الإنسان باعتبار حرافه العقدي وقالوا الله السجزي وحرب الكرماني وقيام السن الأصبهاني نبهوا أن الإمام في الدين إنما تكون لما استقامت عقيدة لأن هذا هو الواقع أن الإنسان إنما يصير إماما إذا صلحا يقتذى به واعلى ما يقتذى به أمر الاعتقاد فتجد الأول مقبول الثاني لا أو الأول أكثر قبولا وهذا علامة أيضا تتم لو ظهر أناس عندهم نوع من الغلو يبحثون في العقيدة وحصل عندهم نوع من الغلو يستخدم غلوهم هذا للتنفير من مبحث من أساسه علما أنه في ناس دعوا للمذهبية وصدر منهم ما صدر من غلو متعصب وأناس دعوا إلى مخالفة المذهبية وصدر منهم ما صدر من مخالفات وظهر أناس كانوا يدعون إلى علوم اللغة ومن الزم القديم وجد من يتحدث عن هؤلاء وعن ذمهم وعن غلوهم وعن تشدقهم وعن تنطعهم ووجد من يدعو إلى حاكمية الله عز وجل وصدر منه ما صدر من غلو وغير ذلك وهذا لم يكن مبرر لأن يترك هذا الباب من أساسه ووجد من يدعو إلى الحقوق ويذب عنها ووقعت منه انحرافات في هذه الدعوة تأثر بفلسفات لبرالية وغيرها ولكن هذا لم يجعلنا نترك هذا الباب من أساسه ووجد من تصدى إلى الرد على التجريبيين وعلى الملاحدة وغير ذلك ووقعت منه إشكالات وهذا لم يجعلنا نترك هذا الباب من أساسه أصلاً وجد من يتكلم بالتنمية الذاتية وبتحسين النفس وبعلم النفس وإلى آخره بكلام حسن وأيضاً تكلم بكلام فاسد ودخل في بلاية ووجد من تكلم في الطب النبو وعلم التجريب ودخل في بلاية بعدين وهذا لم يجعلنا نترك هذا الباب من أساسه فقط في باب العقيدة إذا وجد مجموعة من الغلاة تجد بعض الناس إذا جاء يرد عليهم ينسف الموضوع من أساسه يعني الآن مثلاً إذا مثلاً ظهر الظاهرة إلحادية وظهر الظاهرة التشكيكية وظهر الظاهرة كذا كثير من الناس يقولون نتناسى خلافياتنا نتناسى خلافاتنا هو لا يعني بنتناسى خلافياتنا خلافيات سياسية واقتصادية والحقوقية وغيرها إنما يقصد العقدية حصراً حتى المثال الفقهية ويقولون نتناسى خلافياتنا لكن ممكن يجلس يعمل مناظرة مع إنسان ما يرى التمثب هو يرى التمثب من الناس من هو هكذا ربما لا يشعر بنفسه هو لا يشعر بأنه في أبحاث معينة هونت في نفسه هو لا يشعر بذلك بعض الناس ممكن تجلسانه ذلقا بالتكفير والتضليل في أبواب معينة لكن حين يتعلق الأمر مثال الإيمان والقدر والصفات هذه الأبواب خلاص مختوم عليها ما يحكم فيها على الإنسان بكفر أو حتى بدعة إلا في سياقات معينة تتعلق بسلوكياته في البحث علما أن السلف حين ذنب المقالات ذنبت المقالات لنفسها لأن ذنب المقالات لنفسها لأنها مخالفة للنصوص ثم بعد ذلك إذا قلنا أن هناك تأثرا بثقافة حقوق الإنسان الموجودة أو هناك نظر مصلحي حركي خيم على المشهد والناس يقول لها كيف هذا اتهام خطير اليوم مثلا مش شافع وما المشفوع له يعني اليوم مثلا ممكن أجي أتحدث عن مادة عقدية فأجعل أثرها السلوك شافعا لها قل هذه المادة العقدية تساعدك في الصبر على المصائب وتساعدك على كذا وتساعدك فأجعل مادة السلوكية شافعة للمادة العقدية قديما كان العكس لما كان أهل الحديث ينفرون من القصاص الوعاظ لأنهم يردون كثير من الأكاذيب فالإمام أحمد كان يقول ما أحوج الناس اليوم على قصص صدوق أو قال مرة ما أنفعهم للعامة يذكرون الصراط والحاوث وكذا فذكر أمورا كان ظهرت في أمي معتزية تنكيرها فجعل الشافع للمادة السلوكية إيش؟ العقيدة اليوم لأ المثال عند المعكوسة نحتاج إلى من يشفع للعقيدة حتى نتكلم بها أو حتى ندرسها أو حتى نعلمها حتى أن بعضهم يتحدث يقول لك أبحاث كلامية أبحاث كلامية عند أهل الكلام أما عندنا هي أدلة كتاب والسنة النبي صلى الله عليه وسلم وجه السؤال بشكل ورحينا الله قالت في السماء ابن عمر تكلم مع القدرية بما تكلم به فنحن بالنسبة لنا هي أبحاث نصية أدلة شرعية غيرنا حكم العلم الكلام على الناس فنحن منكرون عليه فلا نجعل معه في سياق واحد هذا نوع من أنواع التلاعب هذا خلل طيب يتكلم بعضهم عن ضرورية مجموعة من المؤلفات المصنف في علوم الآلة وغير ذلك وأنه لا يستوني عن طالب ثم في السياق نفسه يتحدث عن خطورة النظر في كتب الاعتقاد ففي الواقع أنها حقيقة ليست خرجت من محدة النجاح والرسوب بل صارت مادة محظورة مع الأسف في مجموعة من معطياتها ثم إذا قيل لماذا كل هذه الممارسات يقال لك والله أنت أنت بالغ في شيء غيرك وأنت تسيء الظن وأنت كذا وأنت كذا طيب ما هذا الذي نراه أمام عيوننا هذه كلها بمجموعة على ما لا تدل وكلنا نرى هذه الأمور ونسمعها لا أقول يوميا من سنوات وهذا الحديث في هذا الموضوع ذو الشجون الله أحمد ستاك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر